السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا الباسورد او النقش بطريقة سهلة وبسيطة وبدون فورمات او رود وبدون فقد اي صور او اي ملفات موجودة على الموبايل ولكن قبل ما نبدأ الحلقة لا تنسوا الضغط على اللايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان وصلك كل ما هو جديد وحصر اول حاجة هنخش على حاجة اسمها مكلمة الطارق وهنبدأ نضغط عليها بالشكل ده تبدأ القائمة دي تظهر معنا هنكتب الكود ده اهم حاجة تكتب ورايا الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم هنضغط على شباك واحد 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 نجمة اهم حاجة تكتب ورايا الكود بشكل صحيح وما نكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم وهنضغط على اربعة تسعة سبعة اربعة واحد ستة خمسة سبعة اربعة خمسة وهنضغط على نجمة اربعة 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 نجمة تاني اهم حاجة تكتب ورايا الكود بشكل صحيح وما نكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم وما ننساش نضغط على اللايك وما ننساش نعمل مشاركة الفيديو لكل اصدقائنا والكل اصحابنا علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن من الناس لان المشكلة دي بتقابل كتير من الناس والاسف بيضطروا يعملوا فورمات للجهاز والطريقة دي بأكد انها بدون فورمات او روت وبدون فقدة اي صور او اي ملفات موجودة على الموبايل وطريقة امنة وسهلة وطريقة مجربة الطريقة دي نكحة جدا 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 اربعة سبعة سبعة خمسة واحد ستة واحب اكد ان الطريقة دي لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات لو الكود ده ما نسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك من اول مرة الطريقة دي في بعض الاحيان بتشتغل من تالت مرة ونادرا لما تشتغل من رابع مرة لو الطريقة دي ما نجحتش معاك من اول مرة حضرتك بتجرب الكود ده تاني او تالت مرة لان ده كله بيبقى على حسب نوع الموبايل بتاع حضرتك بعد كده نضغط على نجمة ونبدأ نضغط على اعادة تشغيل للموبايل مش اقاف تشغيل هتضغط على اعادة تشغيل الموبايل مش اقاف تشغيل الموبايل هيبدأ يراستر معاك ويبدأ يفتح بدون طلب ناقش او بسورد ولكن الطريقة دي لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات لو الكود ده ما نسيبش نوع الموبايل بتاع حضرتك سيب لي نوع الموبايلات بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت وانا في اقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو ولكن الاولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس واكيد عملين لايك على الفيديو بكده نكون وصلنا هاتكلامنا سلام اشتركوا في القناة